انا مش شغال عند حد مش بوق لحساب حد فلذلك بنقول من حق المشاهد انه يعرف والدولة المصرية يعني فيها المواطن اولا احنا شغالين عشان المواطن احنا شغالين عشان الناس احنا بنقول للناس الحقيقة اللي في بعض الناس بياخدوها يلو عنق الحقيقة ويعيدوا انتها تاني زي حاجات كتير بتحصل كل يوم الا اي حاجات انا واتق تماما ان ربنا موجود كل يوم يطلع يجيب فيديو يضرب يشيل صوت وحط اسمائي وقص يلزق ده في حاجات في حاجات وانت قلتلك والله مرة 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 هنجمعها يعني مرة هنجمعها ونجيبها لحضراتكم وتشوفوا كم الاباطيل والاكاديم واستخدام الدي تيك ونجيب حاجات ونجيب حاجات صوتك كتير جدا لكن فوقيت انا بتكلم عن تخبات تركيا الاسبوع اللي فات انه الجماعة بتقع اللي هم النائحات المستقرات بتقع الاخوان جايبين حاجات وجايبين قولك ايه ده بيهاجم وبيقول وازاي وتزوير يعني ما لكم كيف تحكمون ما هو اذا طلع العيب من الاخوان ما هوش عيب لان هم اهل العيب وخاصاته هم دول يا جماعة ده انا يعني فيه احداث لم اتحدث بكنتش بقول طلع هوا يعني انا انا ما بطلعش في بعض الايام ما بيعنديش هوا وبيتقال على لساني كلام ما قلتوش طب انا بسأل بقولت ما حد يروح يدور رقمي يعني حد يروح يدور زي ما كان عاملين فكرة لما قلت انا مش فاكر قلت يا ابراهيم بس بقولت امي الحمد لله ان امي واختي مش لاجئات انا بكلم على انا بقول الحمد لله ان احنا امي واختي مش لاجئة بقول كده يعني فهو غير ومستحرف خلا ام اكني بكلم الناس بشكل لا يليق واما دول مش متربيين حتى احد الناس مش عارت مين حد من الناس اعتذر قالوا والله انا ما شفتش مش فاكر مين يا ابراهيم حسام الغامري قال يعني رصد كدبين وانا مش تعال معهم تاني وانا مش كوره جدا حقيقة يعني والله يا ابراهيم لو الغامري الكلام اللي كان قاله لو جيه ولانه كان بيقول يا اخي طب بتكلم وهاد الكلام كل يعني كان بيقول هاتي الكلام كله انا ما عنديش مشكلة على فكرة اجيب اي كلام لا اي تويتر لا اي حد ما عنديش غضادة في ذلك يعني هو كان بيكلم بقول انه يعني مواطن عنده مشكلة وعنده ابنه في السجنة وعنده مش عارف ايه وعنده ايه ما عنديش اي غضادة اقول هزا كلام بس انا بقول كن شريفا وانت في معاركك بس انت ما تعرفش الشرف بقول لي محمد ناصر وبقول لي اه اسامة جويش والله امبارح كنت بتابع بعض التغطيات اللي زمالي جاي بنهالي ليه اعلام الاخوان في خلال الكامي يوم ببص عليهم اقسم بالله يا جماعة الولد قسامة جويش ده ولد مش متربي ناقص رباية ناقص رباية بيكلم بشكل لا يليق على ناس جزمتهم اطهر منه ومين اللي خلفوه انا بقول لك بشكل واضح جدا الراجل بيتكلم على الحفل بتاعة تغطية الحفل زفاف الامير الامير حسين وليه عهد المملكة الامتونية الشقيقة انا بقول له من هنا مبروك طبعا حاجة مشرفة او حاجة فيها نوع من الفخر الشديد جدا ليه البساطة الشيك جدا جدا تكلم طبعا احنا عندنا مشاركة ليه السيدة انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية وكريمتها في هذا الحفل بشكل يليق وبشكل بسيط وبشكل شيك وليه شوف واحد زي اسامة جويش ولا محمد ناصر لغيره وهم بيتكلموا بيعلقوا سبيل حفل كله ومركزين ومركزين بشكل يعني فعلا الناس دي مش متربي والله 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 الناس دي ما شافت رباية لمحمد ناصر ولا معتز مطر ولا اسامة جويش اللي طالع في المقدر انا عايز افهم انتو تربطوا فين انتو تربطوا فين انا بسأل الناس دي تربط فين